طيب أنتقل مع حضرتك لجزئة أخرى بتشغل بالمستثمين خاصةً وإن إحنا دلوقتي في موسم توزيعات الأرباح وأيضاً إعلان النتائج منلاحظ في مصر تفشي لظاهرة احتجاز الشركات الأرباحة وأوقات ترحيلها يعني إيه رأيك في الوضع ده؟ وهل أنت مع سنة الشرعات تحد من هذه الظاهرة؟ أو على الأقل إنها تنظم أكتر توزيع الأرباح على المساهمين؟ سؤال جميل وقضية لازم تنترح وتتناقش يومياً برافو عليك سؤال حلو جيد برافو على الإعداد لنفتح في الموضوع ده أولاً إحنا عندنا في قانون الاحتياط القانوني في أي شركة لما بيوصل لخمسين في المئة مجبرة الشركة توقف عن احتساب أنا عايز أطبق هذه القاعدة القانونية على الربحية بمعنى لو الربح تخطى خمسين في المئة من رأس المال لابد أن يحصل توزيعها صحيح في بعض رؤساء بجلس الإدارات ما بيوزعوش لهم مبرر وحيد ولهم حق في حالة واحدة لو الشركة عندها نمو كبير ومحتاج هذه الأموال الربحية أنه يدخلها في رأس المال أو يدخلها في المشأة من حقه ساعتها ما يوزعش وينمي والأجانب بيحبوا هذا النوع من الشركات اللي بتنم بتجبر فما يتوزعش ربحه بترخله أو بتزود برأس المال عشان يجبر فسعر الساهم يجبر بالتالي أحنا شفنا أسهم زي طلعت من الصفة طلع من 8 جنيه أو من 9 جنيه لـ 90 جنيه عشر أضعاف ألف المئة مهما كان حصل توزيعات مش هتغطي هذه النسب لسبب النمو اللي عمله وتحوله من شركة محلية إلى شركة عالمية ولكن في بعض الشركات الأخرى بتستغل هذا الموقف أن مجالس الإدارات بتاخد ربحيتها والعملين يدهم ربحيتهم ويمنعوها عن المساهمين فأنا بقول يا ريتي يبقى فيه تعديل تشريعي في القانون أن لو الربح تخطى 50% من رأس المال يجب توزيع جزء منه على أقل جزء كبير زي ما حصل في الاحتياط القانوني أن لو وصل 50% ما بنا يحسبوش بنقف عند كده فديه اللي يابد منه اشتركوا في القانون